أعزائنا وتابعين في كل محافظات جمهورية مصر العربية أهلاً بكم من المدينة الباسلة محافظة بورسعيد دائماً صباقة في كل المجالات التجارب التي انطلقت في ربوع جمهورية مصر العربية كافة انطلقت من محافظة بورسعيد على رأسها منظومة تأمين الصحي الشامل التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تجربة فريدة انطلقت من محافظة بورسعيد لتعمم على باقي محافظات الجمهورية وايضا مبادرة حضائق بلا اسوار التي اطلقها اللواء عدل غطبان محافظ بورسعيد من ارض المدينة الباسلة لتكون فكر جديد ومتطور لمنظور الحضائق على مستوى جمهورية مصر العربية نظام البابلشيد انطلق في امتحانات الشهادة الاعدادية من محافظ بورسعيد وبدأت وزارة التربية والتعليم تخطو خطوات جدة في تعميمه على مستوى الجمهورية والان من مدير التربية والتعليم في محافظ بورسعيد وفكر جديد وصيف مختلف معنا الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم بضراحة بعضنا اهلا وسهلا محمد بي واهلا بسهداء مشاهدين دكتور محمد بورسعيد دائما سباقة اعلنتم في خلال زيارة الدكتور رضح جازي وزير التربية والتعليم الاخيرة لبورسعيد على ان هذا الصيف لطلاب بورسعيد سيكون مميز كلمنا عن الفكرة الجديدة اللي ستنطلق من بورسعيد ونأمل ان تعمم على باقي الجمهورية هي في الحقيقة الفكرة بدأت وانطلقت وكانت في بداية غرسها كان من معالي محافظ بورسعيد سيادة اللوة اركان حرب عدل الغضبان لما جمعنا كتربية والتعليم عنده في المكتب وقال انا عايز اخفف من كاهي الولي الامر بالدروسة الخصوصية وما لذلك وجدنا وقال كل الامكانات اللي انتم عايزينها متاحة بالنسبة لكم وجدنا هذه الفكرة تتماشى مع توجهات الوزارة ومعا الوزير التربية والتعليم في ان احنا نفعل مجموعات الدعم المدرسي بالفعل اعدنا ورش عمل انا والزملائي في المدرية والمراحل والجهات المعنية وكان معنا النقابة وكان معنا مصلشار المحافظة وما الى ذلك علشان نبدأ مع بعض الكلين نحط خطة تبدأ تشتغل الخطة بتاعتنا بدأنا ان احنا نقول هي مراكز متعة التعلم يعني في خمس محاور المحور الاول اللي هو المركز فبدأنا نحط خمستاشر مركز في اماكن موجودة فيها بيئة تعبانة شوية بحيث ان احنا نحارب من الدروس الخصوصية ونبدأ ان احنا نفعل فيها المجموعات ثانيا المتعلم المتعلم دي كانت توجهات من سيادة اللوعة الغربان انكم كل امكانات المادية اللي بتعايزينها هاتوا الولاد الجداد هاتوا اي حد تطلع له مكافأة وما الى ذلك فبدأنا نلجأ الى 30 الف معلم الجداد وبدأنا نلجأ لمدرسين لسه شباب لسه موجودين بالفكر والمعلومات وما الى ذلك عشان عندهم نشاط وحيوية يبدأوا ينفزوا معنا ونعمل لهم تكليفات طيب بعد كده المتعلم هنجربها على مين اللي هي صفوف الاولى من اولى ابتدائي لحد الثالثة ثم صفوف العليا من ربع لحد الثالثة ايضا قلنا هندخل برضو في ثالثة عدادة لا ان شاء الله هندخلها بعد ما تعلن النتيجة نهاردة ان شاء الله اما بالنسبة للمحور الاخر وهو ان احنا نعمل تقييمات وتقييمات الولد بياخد درس ليه لانه اما ما بيعرفش روابيك بذات المرحلة التدائية او الحساب او الانجليش زايد انه هو ممكن فيما بعد المدرس اللي في الفصل ياخد عنده درس لو بيعرف الحاجات اللي كله عشان خوفا انه هو يبقى فيه تقييمات وما الى ذلك احنا من خلال الصف اللي موجود ومن خلال بندل الولد المعلومة ومن خلال بروتوكولات كانت بتوجهات مع المحافظة ان احنا نعمل بروتوكولات مع الشباب والرياضة الثقافة الجهات المعنية اللي موجودة هنا والزيارات الميدانية اللي موجودة كل دا نعمل معه بروتوكولات بحيث ان احنا ناخد الولد نطلع به للمسجد يروح الكنيسة يروح المكان الثقافي يشاهد وطنه يشاهد الانجازات اللي موجودة انجازات فخامة الرئيس المنتشر في انحاء الجمهورية كلها يبدأ يشوفها ويشاهدها ونعلمه من خلال هذه الرحلة العلمية نعلمه المعارف والحساب والقراءة والكتاب فيبدأ الولد يجي عندنا سنة ربعة ياخد في المنهج لان احنا عملناها فترتين الفترة أولى من واحد ستة حد تلاتين تمانية هيدرس فيها المنهج الدراسي بتاع سنة خمسة يبقى يتعلم المنهج زائد هيلعب ونشوف كدراته ونشوف مواهبه وننميها وندلو تقييمات اللي هيدخل بها المدرسة هيبقى عارف هيبقى الولد داخل سنة خمسة عارف وفاهم عمل كل تقييمات بتاعته عمل كل الأداءات بتاعته يبقى مش محتاج درس خصوصي ودي كانت الفكرة فعلا واللي احنا شرفنا بان احنا نعرضها على معالي وزير التربية والتعليم معلم فقط فهيبقى فيه شراكة ما بين معلمة التربية الراضية معلمة التربية الفنية معلمة التربية الموسيقية ايضا حدثك اشارت ان هيبقى فيه تعاون مع مدريت الشابور ايضا من خلال مراكز الشباب مدريت الثقافة يعني احنا بنقول احنا بنعمل مشروع لرعاية ابناءنا الطلاب مش الموهوبين عشان يبقوا موهوبين ده فعلا جميع الجهاز التنفيذي اللي موجود وكل الجهات الثقافية والعلمية والرياضية وما الى ذلك الموجودة في المحافظة هيبقى فيه برتوكول معاه ده فيه حاجة كمان ان احنا فيه عندنا تقييم تقييم تقويني وده بيبقى كله اسبوع احنا نخلي ولي الامر يشترك مع ابنه يبقى قاعد مع ابنه وبيتم بتقييم واما التقييم التشخيصي الوكل شهر ده يبقى خاص بالورد عشان ياخذ الدرجات بتاعته انما يبقى ولي الامر قاعد مشارك معانا طبعا فيه عندنا وده دور حضرتك وزملائك ودور الاعلام عندنا في المدرية ومحافظة من ازاك ان احنا نواحي ده ونقول لوري الامر هات ابنك معانا علشان نعلمه ونشوف موهبته وننميها ونغرس القيم والمبادئ الموجودة والانتماء للوطن عنده وكل ده ببلاش من غير اي حاجة خالص يعني خلينا نقول برضو ان هذه الفكرة او المشروع اللي بنتمنى ان يعمم على بقي محافظات الجمهورية وده اللي لقص تحسام علي الدكتور الوزير رضح جازي وزير التربية والتعليم نقدر نقول ان احنا بنعيد ابنائنا وبنتنا الطلبات في هذه المرحلة الى المدرسة المدرسة اكيد بتبقى مدرسة جاذبة لان الولد رايح مبسوطا رايح المدرسة مش رايح عشان ما عملش الواجب مش زعلانة علشان استاذ فلانا لا ده هو رايح مستعد لان المدرسة اللي هيدرسها النهاردة هو درسها قبل كده وعمل كله تقيمات قبل كده يبقى يروح المدرسة وده يبقى المحور التاني اللي نشغل علي من واحد تسعة ان شاء الله ان ابنائنا لما يجي المدرسة هندلوا المعلومة في شكل حركة في شكل جاري اللي هو التعلم القائم على المشروعات وده من مهارات القرن الواحد والعشرين حضرتك اشرت من خلال كلامك ان انطلاق هذا المشروع او هذه الفكرة سيكون واحد ستة باذن الله وده هيطلقه معالي اللواء عدل غبان محافظ برسعيد من احدى تلك المراكز هو بالفعل هو معنا خطوة بخطوة ومنتبعنا خطوة بخطوة ومشاء الله اي حاجة بنطلبها للتعليم ما بيتأخرش فيها بحيث انه هو بيدينا دعم ان احنا نبدأ نشتغل فان شاء الله هيشرفنا واحد ستة وهدي يعني مبادرة اطلاق لهذه المبادرة في هذا اليوم اعتقد ان تبني اللواء عدل غبان محافظ برسعيد لهذه الفكرة الوليدة من قلب المدينة البسلة سيكون هناك متابعة مستمرة من معالي المحافظ واعتقد انه ممكن انه نلاقيه كل يوم في مركز من المراكز بالفعل دي طبيعته يعني طبيعته انه يبقى معنا على طول لانه بيحب يطمر على كل حاجة بنفسه وبالتالي احنا نكحين لانه احنا معنا حد فاهم حد مدي للتعليم اقصر اهتمام فعشان كده المدينة البسلة نكحة في التعليم فكرة جديدة وتجربة فريدة تنطلق مجددا من المدينة البسلة موعدنا واحد ستة لانطلاق هذه المبادرة من ارض برسعيد المدينة البسلة مرة اخرى نعيد لابنائنا روح الولاء والانتماء والترابط مع المدرسة قبل بداية العام الدراسي حقا انه صيف مختلف لتعليم برسعيد هنتبعوا معاكو لحظة بلحظة من ارض المدينة البسلة تحياتي محمد الغزار